سؤال من أكس بوكس جيمر يقول هل اللي عنده ذهان يوجن أم لا؟ والله أخي إحنا ما نستخدم كلمة الجنون يعني بهذه بالأمراض النفسية يعني ما هو تعريف الجنون تمام؟ يعني إحنا يمكن الأشخاص الطبيعيين أدنى جنون يعني اللي مخبوص بحب مطرب معين أو بلعبة معينة أو يعني إلى آخره يعني إحنا هذا ككلام علمي من نستخدم أنه هذا مجنون وهذا عاقل الذهان هو مرض نفسي وإلى يعني إلى أسباب عضوية هناك تغيرات بالدماغ تغيرات في المستلمات الحسية بالدماغ تصير فما أقدر أوصف بأنه جنون أخي العزيز ويجب أن لا نستخدم هذه اللغة في الكلام عن الأمراض النفسية أنه من الأخ علي أرجو الرد دكتور عندي أخي أخي تعبت حالته النفسية ورفض يأخذ دواء هل علاج الديباكين والسيركويل مفيد لمرض الفصام؟ نعم أخي العزيز مفيد إن شاء الله الديباكين هو الديباكوت والسيركويل هو كويتايابين فهذه جيدة الأخة إيمانت علقت على الفيديو سؤال من متابعة يعاني زوجها من الفصام الأخة إيمانت تقول ماذا عن الفصام السلبي؟ الفصام السلبي لما يكون هناك أعراض فصام ولكن أعراض سلبية الأعراض الإيجابية هي أعراض الهلاوس والضلالات الأعراض السلبية هي عبارة عن شعور بعدم الرغبة بالاختلاط بالآخرين عدم الرغبة بالكلام عدم الرغبة بالتخاطب انعدام الاندفاع والهمة للعمل والدراسة طبعا هذا أيضا مهم جدا والعراض مرض الفصام السلبية هي عراض مهمة جدا وتأثر على حياة المريض بشكل كبير ويجب أيضا أنه نفكر بيها لما ننقيم الحالة ولما نعالجها قد نستخدم بعض أدوية المضادة للذهان عفوا المضادة لإكتئاء لعلاج هذه الأعراض ولكن كل حالة على حسب حالتها هناك سؤال من بيردز باشن على فيديو اضطرابات الشخصية السلام عليكم بارك الله فيك ما الفرق بين اضطراب الشخصية والشخصية المرضية وهل الظروف القاهرة بعد سنة 18 إلى غاية 26 تتسبب في هذا المرض والله أختيب اضطراب الشخصية والشخصية المرضية قد تكون تقريبا نفس المصطلحات الظروف القاهرة بعد سنة 18 طبعا ممكن أنه تسبب اضطرابات شخصية لأنه هي عادة اضطرابات الشخصية تحدث بعد سنة 18 ممكن أنه تحدث أعراضها قبل سنة 18 لكن ما نقدر نشخصها إلا بعد سنة 18 لأنه بهذا السن قد اكتملت شخصية الإنسان تتشاهد شون؟ فممكن أنه طبعا تصير اضطرابات الشخصية بعد سنة 18 إلى غاية 26 طبعا أكيد أختي العزيزة هناك سؤال من الأخ صدام سؤال من متابعة يعاني زوجها من الفصام أو يقول دكتور أنا أخي له ثلاث سنوات ونصف بالدواء ولم يتحسن إطلاقا وزادت عنده الحلاوز فما السبب برأيكم؟ والله أخي العزيز أنه يعني أنا دائما أقول أنه هناك الكثير من العلاجات لهذه الأمراض هذه الأدوية تختلف اختلافات أحيانا بسيطة وأحيانا اختلافات كبيرة عن بعضها فلما أنت المريض يتعالج ومدى يلاحظ تحسون أو حال تدد تزداد سوءا هذا هنا أهمية المتابعة مع الطبيب يعني لازم ترجع على الطبيب فالطبيب يغير جرعة الدواء أو يغير للدواء تمام؟ فهذا هو قد يكون السبب قد يكون السبب أيضا أنه التشخيص خطأ يعني الدكتور داي عالج حاله والمرير عنده حالة أخرى تمام؟ أو قد يكون أنه أكفد مرض معين إحنا مدى نعرف شنه هو تمام؟ فهناك الكثير من الأسباب والله يا أخي العزيز الحل بيها أنه لازم المتابعة الدورية مع الطبيب لازم نقول هذه الأشياء للطبيب حتى أنه يعرف شنه هو المشكلة اللي تتسبب عدم استجابة المريض للعلاج والله أمور هذه هي كل الإجابات على التعليقات وعلى الأسئلة اللي وردتنا وهي أسئلة كثيرة جدا وأيضا أرجو منكم المعذرة إذا مدى أقدر أرد على أسئلتكم بصورة سريعة مثل ما قلت أنه يعني هذه القناة هو أنا الوحيد اللي مسويها والوحيد اللي دع أصور بيها فيديوهات ودع أنزلها مدى أتلقى أي دعم أو أي مساعدة من أي أحد وأنا أيضا يعني وقتي محدد لأنه مرتبط بعمل ومرتبط بمرضى وعيادات ويعني الكثير من أمور الحياة فأرجو المعذرة منكم بس أنتم متابعتكم إنه ودعمكم لهذه القناة هو اللي دي يزيدنا تصميم على أنه نستمر بهذا العمل فإن شاء الله إن شاء الله دائما اشتركوا بالقناة وأدعو الآخرين أنه يشتركون بهذه القناة لأنه كل ما رح يزيد عدد المتابعين كل ما رح نزداد إحنا يعني رغبة في أنه نوفر وقت أكثر لمساعدة الناس وللإجابة على تساؤلات الناس اللي تتوصلنا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتمنى لكم يا رب سنة سعيدة إن شاء الله ونحن نشهد نهاية سنة 2020 نتمنى تكون السنة القادمة سنة سعيدة على الجميع وأنه تكون سنة أفضل من السنة هذه وأنه نرى نهاية وباء الكورونا هذا اللي أثر على حياتنا وعلى حياة الآخرين وخلانا نفقد الكثير من الأشخاص العزيزين علينا ونفقد الكثير من حرياتنا فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يمن علينا بالصحة والخير والعافية في السنة القادمة ونلتقيكم إن شاء الله في فيديوات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته